موسيقى من حقيكم المشاهدين وأهلا بكم بحلقة جديدة من بيروت اليوم يشرفني أن أصطدي في هذه الحلقة المدير التنفيذي لملتقد تأثير المدني الأستاذ زياد صايخ أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد كنا اليوم محاضرين مواضيع عديدة لحلقتنا ولكن التطورات بساعات الأخيرة اللي حصلت ببشري فرضت نفسها على حلقتنا لو سمحت رح نبدأ الحلقة باتصال مع الأب هاني توق وبعدين رح نحكي معك عن رأيك بما حصل ببشري برهاني من حييك من الام تي في ما رح حصلك شو اللي صار مبارح لأنه بعرف أدك تقلي نحن بانتظار التحقيقات لكشف ملابسات ما حدث بس بديت خبرني اليوم كيف الجو ببشري هل هدأت الأوضاع هل الأهالي تحلوا بضبط النفس كما قال الجميع الجو حديم يعني زوحدين جدا لأنه نحن رايحنا شبان بيسهوا نوم العناية وراحوا غادر وراحوا هاكي وكأنه بيزوبع بشي معين يعني لو لو بموضوع بيسه لو بموضوع حرب لو بموضوع بشي معين راحوا بوقت السلم راحوا بالعمق 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 حيكي دفاع دفاع عن شعبهم اهه ايه معنى الكلمة ونحن ولا مرة لا بتاريخنا القديم ولا الجديد يعفدينا على حدا ولم نقبل انه نعتدي على حدا ونحن وجيراننا عايشين فالنا حوالي الأربعمائة سنة ولا بدنا نعتدي على حدا بس كمين ما بدنا حدا يعفدي علينا ولا بدنا حدا يا جاري انت بدارك bagdare وانا بدارك وانت حبيبي وطبيقي بس كل واحد بيحافظ؟ على ارضه وعلى تريخه وعلى شعبه وعلى أكارك وهى ده تريحنا وشعبنا وتريحنا والدي بيتنا وهى دهraftنا من 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 مش من منبالح واول من مش من أbau صحploys الموضوع موضوع هلا ما بعتقد اي ضاعة للفنان قدرت ضبط نفسها متل ما ضبطت مشاره نفسها ما بعتقد اي عائلة للفنان قادرة تضبط نفسها وتضبط ولادها متل ما ضبطت هالعائلة ولادها بالرغم من كل الجرح الكبير يلي اكلتها بالرغم من كل الوجع الكبير يلي عم بتعيشوه مشنهيك انا من قلبي كواجه تحييد اولاده يوم شعبه على وعده وعلى طبط أعصابه وعلى فهمه وعلى هاي أزايش برهن أنه هو لبناني بالعمل بقلب قلبه لبناني برهني يعني من بعد يعني زي فينا نقول من بعد ما يتم دفن الشباب اللي قتله بالأمس هل بتتخوفه من ردات فعل الشباب الغاضبة والي هو قد يعتبر حقهم بمطرحة من المطارح هل قدرين تتواصلوا مع الجميع لعدم تطور هالمشكلة إلى أخذ بالسقر وإلى آخره وكل وليسنا قدرين كلهم نتواصل معهم وكلهم نقدر نبنون عليهم الموضوع مش مع أولادنا الموضوع مع القضاء أنا بحمل دم هاو دي الناس للقضاء اللي كان يحكم لازم يحكم بالموضوع يمكن من سنتان مع كل الوسيق اللي مسلمينه إياها مع كل شيء لازم يكون بين إيدي وتقاعه في الأساسي للقضاء وعندي عتب وبدي أسمح لحيالي قوله عندي عتب على الجيش بتعامله معنا عتب لأنه نحنا البيئة الحاضر تبعه نحنا الناس اللي نسمين نحنا الناس اللي عايشين نحنا وإياه نحنا الناس اللي دمنا من دمه وخفزنا من خفزه وعرقنا من عرقه نحنا خلنا أكثر من الوقت اللي تأسس للدولة ولا مرة حدا من ولاد بشر يتعرض للجيش أو قلل من إيمتو أو قلل من احترامه وإسنا كان موجودة بقلب ضيعتنا وموجودة بقلب ولادنا وولادنا فيها ولا مرة بحياتنا سمحنا لعيدة شيء نحنا بيئة الحاضر نحنا من أخصامه عيدة الجيش ومنعتبره جيشنا ومنعتبره جيش وطننا ومنعلم ولادنا يحبوه ويحبو البدلي ويفتخروا فيه كان بيقدر يتعامل معنا بطريقة أكثر عندي عطب علاني وبحمل القضاء دم هاودي الشباني اللي وعلينا هادي يتعامل نحن نحترم حالنا ومنا ومتقطاها صحيح بس ما دموا يتركوا الموضوع هايك لكل فترة كل فترة كل فترة كل فترة كل فترة ما بيقدروا يتركوا الموضوع بهذا بارهاني طوء أنا بقدر كتير إنك قبلت إننا نتصل فيك اليوم بس قبل ما ننهي اتصالنا أقول شي بدي وجه كل تعزية لا أسرة الضحايا مبارح ولا أهل بشرة ولا كل من يشعر إنه هو معنا بالحادثة اللي صارت بس بدي منك كلمة للشباب اليوم الشباب اللي زعلنين واللي غضبانين واللي عندهم كتير أسئلة اليوم على اللي صار شو بتقول لهم؟ شبابنا بالعمل ما عندهم نروح الانتقام نحنا بنزرع فيه نروح الغفران من إنه صغار بنزرع فيه نروح يسوع من إنه صغار كيف بنعرفوا يبنوا اليسور ما عندهم نروح الانتقام بس نحنا من قاتل من أجل العدالة من قاتل من أجل العدالة والحقيقة لآخر نفذ بحياتنا لآخر نفذ لو بدأتكلفنا من شبابين ميت شب من أجل العدالة ومن أجل الحقيقة لأنه غير هات عم بيودونا على إنه عم بيودونا على إنه نقاتل بعضنا ونحنا بدنا نبني جسور هاو تشيراننا بدنا نعيش نحنا وياهم وعيشين نحنا وياهم ثراثنا من ثراثهم وإذكارنا من أذكارهم وعندنا أشياء مشتركة أكتر من كل الناس مع بعضنا البعض وميتنا مشتركة وأمورنا مشتركة وعالمنا مشتركة ما منقدر نبقى نكفي بهذه الطريقة وحدة العدالة وحدة الحقيقة وحدة حقيقة العدالة والحقيقة تسمح أنه نقدر نعيش مع بعضنا بسلام وبويس اللحة ما بينفع يعني التريجات والجابانات ما بتنفع الكلمات والمحاضرات ما بينفع اللي بينفعه هو إحقاق الحق أعطاء كل ذي حق حقه نجيب العدالة نعرف مين اللي تعدى على أولادنا ولاش ويتحاكموا وبعدين نحن نعرف كيف نغفر كيف نغفر جسور كيف حنجد نحط إيدنا بإيد الآخر مرحانيتو شكرا لألك ولي هذا الاتصال من جديد بوجه تعزي لكل أهل بشري ولأسرة الضحايا مبارح أستاذ زياد الصايغ أهلا وسهلا فيك يعني أشكال مبارح كانوا وقعوا قاسي جدا على الجميع من مدرح مان ختم برهانيتو أنه لو في كان عدالي لو القضاء بدت بهذه القضية ما كانوا وصلنا لأنه الجيران يقتلوا بعضهم برأيك هذا الإشكال أو هذا نوع من الإشكالات وعلى فكرة هو منه بس بمنطقة بشري في مناطق أخرى وقرى أخرى في عندها نفس الإشكالات مع جيرانا التنازع على أراضي ناس أخذوا أراضي غيرهم كيف ننحل هذه الأزمة ببلد عم ندعي فيه مرارا وتكرارا للتعايش والعيش المشترك والوحدة وإلى آخره أول شي بتسمحي لي وجه التعايزي لأهالي الضحيتين وأيضا لكل أهالي بشري بعتقد أنه القضية ليست خلاف بين جيران مش بالصدفة أنه يكون في عنا خلافات عم تتفاقم بلاسة وبجرود العقورة وبالقرن السوداء ومش صدفة أنه القضاء لم ينجز ملفاته ولم يصدر أحكامه بهذه القضايا ومش صدفة أنه في مشاعات في الأراضي اللبنانية على امتدادها عم يوضع اليد عليها ومش صدفة أنه الملاجين في بعض الدوائر العقرية وبعض الدوائر أيضا في بعض الوزارات عم بيتساهلوا بعدم تنظيم الخلافات حول هذه القضايا ما جرى في بشري وتحيي لأهل بشري مرة تالية لأنه ضبطوا نفسهم فعلا مثل ما قال فرهاني وأنا بدي شد على إيد أبونا هاني وقال له نعم في عتب على الجيش اللبنان مثل ما قال في عتب لأن هذا العتب هو من المحبة هناك قطيلان نعم علينا أن ننتظر نتائج التحقيقات والجيش اللبناني أهل ثقة لإنجاز هذه التحقيقات وإحقاق العديل السؤال المطروح هو كيف تمت العملية الأولى وعلى أي قاعدة وما معنى أن تبقى هذه المنطقة يلي فيها خلفات عقارية متروكة بهذه الطريقة أولاً وثانياً ما المعنى الجيو السياسي للامتداد القائم من كورن السوداء إلى جرود العقورة إلى لسا هذا سؤال شديد الخطورة لمن يضع يده على هذه المناطق ولأي أهداف وهنا نعم نحن نثق بالجيش اللبناني وبقدرته على وضع يده ليس فقط على هذه القضية ولكن على هذا الامتداد الجغرافي الذي بات يشكل أرقاً على المستوى الجيو السياسي لكل البلدات والقرى التي تحولت بشكل ما إلى رهينة كما هو لبنان مخطوف كرهينة لتحقيق أهداف جيو سياسية لا علاقة له بها لا علاقة لها بأمنه القومي ولا علاقة لها بأمان شعبه الإنساني قد يعتقد البعض ستنادين أن هذا الكلام هو خروج عن فداحة الجريمة التي ارتكبت بمعنى أنها خلاف على عقارات ولنعود إلى الأرشيف منذ سنتين حتى الآن في الكلام العالي الصقف في جرود العقورة وليس وقرنة الصودة لنتأكد أن الخلاف ليس على مياه فقط وليس على عقارات فقط بل هو على الإمساك بهذه الجرود لتحقيق أجندات لا علاقة لها بالأمن القومي اللبناني ومن يستطيع ضبط وأنهاء هذه الاختراقات هو وحده الجيش اللبناني ونحن نحتكم إلى الجيش اللبناني وعلينا أن نحتكم أيضا إلى القضاء وأتأسف أننا أصغينا إلى بيان من قيادة الجيش اللبناني نحن نستأهل كشعب لبناني توضيحات أكثر فيما جرى وعلينا أن ننتظر تحقيقات نعم ولكن أتأسف من غياب كامل لصوت قضائي في هذه المسألة لأنه كنا نتوقع أنه يتولى أحد القضاء مباشرة الذهاب إلى موقع الجريمة ويبدأ بعملية التحقيقات مع القضاء العسكري وهذه مسألة متروكة وما حدا يخبرنا عن صلاحيات وعن أنه هيدا دم النطاء عملنا أو مش دم النطاء عملنا هيدا قضية أبعد بكتير من الواضح أبعد بكتير من خلاف شخصي أو خلاف جماعي هي تتعلق بترسيم حدود بين الدولة واللا دولة نحن أمام ترسيم حدود بين الدولة واللا دولة وللأسف نحن صرنا ستنادين معتدين على تشيع شهدائنا ودوما ننتظر العدالة وننتظر الحقيقة لا العدالة أتت ولا الحقيقة ظهرت هل تعتقد أن السيطرة على هذه النقطة الاستراتيجية أو محاولة السيطرة عليها يعني في نزاع بين بلدتين أو بين أهالي بلدتين في بينتهم اختلافات كثيرة على أدمه الناجيران وفي كثير حكي أن هذه المنطقة يسيطر عليها أو هي تحت أشراف حزب الله هل السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية يهدد الاستقرار الداخلي خصوصا في الشمال الاستقرار الداخلي مهدد بالكامل في لبنان بطبيعة الحال ونحن نواجه قبضة شمولية على كل لبنان بطبيعة الحال المشكلة الأساسية هو في هشاشة الدولة وفي سيادة اللا دولة وإذا لم تعد المكونات اللبنانية السيادية التفكير الجدي بكيفية انهاض الدولة وبعملية اصطنهاض دور القوى العسكرية والأمنية الشرعية ودعمة وبنفس الوقت تحفيز دور القضاء اللبناني لقطع دابر الامساك بالمفاصل استراتيجية ليس على المستوى الجغرافي فقط نحن الآن تحت قبضة شمولية حديدية تنهي منطق الدولة في لبنان على المستوى الدستوري الدستور في لبنان مستباح ومعلق تنهي بالكامل المسار الشرعي للمؤسسات اللبنانية على كل المستويات وثالثا تقيم لا دولة رديفة إلى جانب الدولة وتطرح نفسها على أنها بديل للدولة واللي شفناه بما جرى ولو أننا ننتظر التحقيقات هو عملية قتل وعملية قتل بظروف غامضة أخطر شيء بهيد الأضايا هو استعمال كلمة ظروف غامضة شو يعني ظروف غامضة إذا حدا أتل وكما سمعنا من الأهالي الضحية الأولى قتلت في أرضها في أرضها مش قتلت خارج أرضها قتلت في أرضها طيب المسألة ستنا دين بتقدر اليوم كمان عفوا ولكن هون في معلومة انحكى عننا مبارح وهي خطرة جدا بس بعد ما في تأكيد رسمي أو قضاء علي أنه برصاصة قناص قتلت الضحية الأولى وعن بعد ثمانمائة متر وهذا يدل على أنه في حال كانت المعلومة صحيحة يعني في حدا محترف يعني مش حيلا خلاف مش حدا سحب سلاحه من لخزينة أو وصل هل تتم عملية قتل في الجرد في أرض زراعية في أرض زراعية هل تتم بعملية بعملية ارتجالية لا هاي المنطقة أكيد وبعدين بدنا ننتظر التحقيقات نعم بدنا نكرر هاي الأضر تأكد على هيدا الموضوع ولكن واضح أنه هذه عملية قتل متعمد المسألة الأخطر أنه في ضحية تاني كمان بسبب دخوله إلى منطقة عسكرية وكنا نتمنى أن لا تذهب ضحية أخرى أيضا باشتباك غامض كمان وننتظر التحقيقات لأنه قيادة الجيش ستقوم بتحقيقات كما كما أوضحات ولكن ضحيتين في منطقة قيل أنه متنازع عليها ولكنهم وقعوا ولكنهم وقعوا في المنطقة غير المتنازع عليها يعني هي عم بيقولوا وجد بأرضه يعني مش متنازع عليها ونقطة الأخيرة فصل هاتين الجريبتين عن مسألة وضع اليد على مشاعات واحتلال أراضي وتعطيل عمل القضاء لإصدار قراراته بحسم هذه القضايا العقارية يطرع علامات استفهام كبيرة ليس في التغيير الديموغرافي في لبنان ولكن أيضا في التغيير الجغرافي وباعتقد هذا ملف يجب أن يوضع أيضا ليس في القضاء اللبناني في المرحلة المقبلة فقط يجب أن يذهب أيضا إلى القضاء الدولي لأن عملية التغيير الديموغرافي في لبنان وعملية تغيير هوية لبنان وعملية وضع اليد على أراضي بشكل سطو على هذه الأراضي شديد الخطورة وفائد القوة باعتقد يجب أن يفهم أنه الحق يعلو ولا يعلى عليه ولو أنه في مرحلة من المراحل بيقدر فائد القوة هو ينتصر بعنهجيته وبما يستعمله من أدوات لا علاقة لها لا بالشرعية ولا بالعدالة ولا بالحق ولا بالتاريخ ولا بالأرض ولا بالحقيقة وبدعون لكلام أبونا هاني نحن دوما كنا رجال ونساء سلام وسلم تسامح ولكن بنفس الوقت التساهل مع الحق يعني الذهاب نحو انهزامية وجود واللبناني لم يتعود في هويته على أي انهزامية وجود إذا بدنا نروح استزياد إلى أبعد من هذه أو مش إلى أبعد إلى صورة الأكبر شوي من هذه المشكلة مثل ما قالنا هيدا الإشكال بيتكرر بكذا قرية هي على تماث مع قرى أخرى عم بيصير فيها نفس المشكلة هل تعتقد بشكل عام أنه هذا التعايش اللي عم نحكي عنه بين القرى وبين المناطق هو عفونا على الكلمة هو كذبة كبيرة أبدا هو حقيقة العكس لبنان هو بلد اللي عيش معنا حقيقة ولكن خلينا نعترف شو صار خصوصا بالثلاثين سنة الأخيرة هل قصة بس لو القضاء فاصل بهالمشكلة ما كان صار اللي صار لا لا لأن هناك من يتعمد من يتعمد وضع اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض لتوجيه رسائل سياسية أوكي الملفت اللي اسمعناه به هال 24 ساعة ضرورة وقد الفتنة فتنة بين من ومن إذا فعلا خلاف على عقارة إذا خلاف عقارة فتنة بين من ومن ملفت أن يتم اتصالات بين مرجعية سياسية عالية في مؤسسة الدستورية الثانية في لبنان ومرجعية سياسية نيابية في الشمال ملفت أنه ضرورة وقد الفتنة فتنة بين من ومن مع أساس في خلاف عقارة بمجرد جرى هذا الاتصال وبمجرد هناك كلام عن وقت فتنة ستنادين معنات معنات عالمات استفهام كبيرة أنه القضية هي فيها قدمة مخفية لا علاقة لها بخلاف العقارات هذا سؤال إشكالي بده طرح بده تفكيك وبده فهم اللبنانيين بيعرفوا عيشوا مع بعضهم ولكن تحلل الدولة ووجود لا دولة تسيطر على الدولة هو الذي جعل من العيش مع العرضة للهشاشة لا علاقة لمفهوم العيش مع بحقيقته وبجماليته ولاش إذا من مئة سنة هيدا الأراضي في عليها نزاعات لاش صار القتل اليوم مبارح لاش صار بها الاربع وعشر ساعة هذا سؤال كمان مطروح لاش ما صار على مدى هالخلاف على الخمسة عشر سنة مع أنه صار فيه إشكالات ليش ما صار عمليات قتل التوقيت علينا أن نسأل ما هو معنى هذا التوقيت ولأي أجندة ولأي مصلحة إما لتحييد الأنظار عن القبضة الحديدية التي تمسك بالبلد وإنجاز إشكالات موضعية تحتى نقول أنه خلينا نلوها على تسوية بالملف الرئاسي تحت أي ثمن من الأثمان أو تحتى نقول إذا ما رح تخضعه وتمشوا بالخيار يلي حطينه نحن قدرين نخلق إشكالات على امتداد الجغرافية اللبنانية والمطلوب إخضاع من يرفض هذا الخيار وهذه أسئلة جدية يجب أن نربطها بالسياق الجيوسياسي وليس بالسياق الجغرافي حيث جرت عملية الإغتيال المنهجية كل ما حصل يطرح سؤال كثير مهم هل اللبنانيون يثقون بالدولة وهل الدولة عادلة بين أبنائها أولا خيارنا الأساسي هو خيار قيام دولة المواطن الحر السيد العادل المستقل هذا خيار استراتيجي وكل انزلاق نحو خيار لا علاقة له بالدولة يعني أننا عمليا ننحاز إلى حلف موضوعي مع اللا دولة المطلوب البقاء في مربع الرهان على الدولة أنا لا أقول الثقة بالدولة قائمة ولكن يجب أن نراهن بالحد الأدنى على أن هذه الدولة قائمة ومازال فيها قضاء ومازالت فيها قوى عسكرية وأمنية شرعية ومازال فيها قوى سيادية إصلاحية تغييرية قادرة أن تخود معركة استرداد الدولة وهذا ما نقول به في ملتقى التأثير المدني إطلاق مسار تطبيق الدستور ولكن إنهاء حالة التسيب في السيادة فلا دولة بدون إنجاز سيادة بالكامل وللأسف الدولة اللبنانية هي مفتتة السيادة ومستباحة السيادة بالكامل يعني على أمل أنه لا يتطور هذا الإشكال بشكله الأمني ولكن أكيد أن يتطور بالجهة القضائية لنعرف ماذا حصل بالتحديد رح نتوقف مع دقائق قليلة من بعدها رح ننتقل لملفات أخرى منها تشكيل الهيئة إنشاء الهيئة بالأمم المتحدة لمتابعة ملف المخطفين بسوريا موقف لبنان مما جرى نحكي رئاسة ومنحكي عن النازحين مشاهدين الدقائق ونعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ زياد الصيغ متابعة حديثنا مع المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني أستاذ زياد الصيغ أستاذ زياد يعني إجت أحداث بشركة نحن بصدمة أخرى يعني اللبنانيين هو امتناع لبنان عن التصويت على إنشاء الهيئة بالأمم المتحدة لمتابعة مصير المخطفين بسوريا جاء تصويت لبنان امتناع عن التصويت شكل صدمة للصراحة بالداخل خصوصا أنه البعض كان يأمل أنه نرفق ملف المخطفين اللبنانيين الموجودين بالسجون السورية مع عمل هذه الهيئة وإذ وزير الداخلية وزير الخارجية بيتحجج بالتضامن العربي بهذا الموضوع لما سألني على امتناعته قال دول عربية امتناعه فنحن تماشيا مع الموجة للتصالح الجديد شو رأيك بهذا أو شيء بالتصويت اللي صوتنا أول شيء مش لبناني اللي صوت منظومة تحالف المافيا الميليشيا هي اللي تصوت يعني خلينا نعترف أنه تم مصادرة صوت لبنان بالأمم المتحدة لإعطاء انتباعه وأن لبنان يوافق على عدم إنشاء الهيئة المستقلة أو اعتبار أن الامتناع على التصويت هو نوع من التحييد أو الحياد للأسف يعني أول شيء خلينا نعترف أنه الدبلوماسية اللبنانية بس نحن عنا ملف بهذا الهيئة هي دبلوماسية لبنانية دبلوماسية مصادرة نعم للأسف تعرض المخطفين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السوري إلى عملية اغتيال ثانية بعد عملية الاغتيال الأولى عندما تخلت الدولة اللبنانية بالكامل عن ملفهم ومتابعتها من أعلى المستويات من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب إلى الحكومة ولم يفتح هذا المرف بشكل جدي أبدا مع مع النظام السوري للأسف رغم كل المطالبات لأهالي المختطفين والمعتقلين في السجون السوري وعملية الاغتيال الثانية هي عملية الامتناع عن التصويت ستناديم بنا نعترف أنه أولا لا ديبلوماسية في لبنان حاليا هناك منورات بالمعنى الشكلي و انوجات في مواقع لممارسة عمل سياسي لا علاقة له بتاريخ الدبلوماسية اللبنانية أولا لا علاقة له بحقوق الشعب اللبناني ثانيا لا علاقة له أبدا بمعنى التضامن العربي هل التضامن العربي هو من خلال وضع اليد بقبضة حديدية على إغلاق ملف يتعلق بلبنانيات ولبنانيين إما معتقلين وأما مختطفين وأما مخفيين قسرا يعني كل الكلام الذي صدر يؤكد عمليا على أن هذا اللبنان هو مخطوف وهذه المنظومة التي قائمة على هذا التحالف بين المافيا والميليشيا تقوم بعملية استباحة كاملة لكل حقوق الشعب اللبناني على كل المستويات ولكن بيبقى السؤال المطروح اليوم هو لدى القوى السيادية الإصلاحية التغييرية في مجلس النواب ولو أنها حكومة تصريف أعمال أنا كنت بتمنى بدل الذهاب إلى الأعلام وإنجاز تصريحات أن تتولى القوى السيادية الإصلاحية التغييرية توجيه سؤال توجيه سؤال إلى الحكومة واستجواب وزير الخارجية والمغتربين على هذا الموقف في مجلس النواب وما حدا كمان يقلنا أنه هيدا حكومة تصريف أعمال لأنه ساعة البدن حكومة تصريف الأعمال بتمثل أمام مجلس نواب عندما يتحول إلى هيئة تشريعية وقتما بدهم بيقولوا أنه هيدا العملية ما فيه إمكانية للقيام بها بعدين أين هو القضاء اللبناني؟ في عتب على القضاء اللبناني في عتب على مجلس قضاء الأعلى لأنه تخلى عن هذا الملف بعتقد أنه كان كان لازم يصدر صوت مجلس قضاء الأعلى لأنه هذه قضية موجودة لدى القضاء هذا الموضوع ما بينترك بهالطريقة لا نحن شبابنا وصبايانا ما بينتركوا بهالطريقة خلينا نعترف أنه في مواجهة شاملة مع هيد المنظومة واليوم يثبت أكتر وأكتر أنه وضع اليد على لبنان تتفاقم على كل الصعود وتحت شعار أنه نحن جزء مما يجري عربيا نقوم باغتيال الشعب اللبناني مرة تانية لا علاقة للبنان بتصويت بعض الدول العربية طيب ليش قطر والكوات ما امتنعوا عن تصويت ففي هذا السؤال كمان ما تروح لأنه بيعترفوا بمبدأ العدالي طيب نحن هذا ملف يعنينا مباشرة منروح مش بس منمتنع عن تصويت منعطي تبريرات لأمتنعنا عن تصويت نحن ما امتنعنا عن تصويت المنظومة والديبلوماسية اللبنانية لم تمتنع عن التصويت الدبلوماسية اللبنانية ارتكبت جريمة جديدة بحق الشعب اللبناني وهيدي جريمة يجب أن تحاكم عليها الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها بشخص وزرائها ومطلوب أن يوضع هذا الموضوع في مجلس النواب لأنه ضحايانا ومخفينا ومعتقلين هاو دي ناس عندهم حق وهن جزء من لحمنا ومن دمنا ونحن ما بنتركون لو من هلا لبعد مئة سن البعض اعتبر أنه امتنع لبنان عن التصويت على هكذا مشروع هو لعدم اغضاب الأسد خصوصا بهيدا المرحلة اللي عم تبلش فيها المباحثات حول ملف النازحين السوريين يعني أنه مش وقتا نغضب النظام هلا نحن بهمنا أنه نرجع النازحين هل أنت مقتنع بهيدا أم تتضحك ست ندين أنه هيدا واحدة من التبريرات اللي طلعت كما الامتنع عن التصويت في مسألة المخفيين والمخطفين والمعتقلين في سوريا والتصويت هو على أنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يعني لم يصدر حكم هو أنشاء هيئة مستقلة شوفي هل أدريه هزيرة الخارجية أنه إذا مش شيت نحن رح نستفيد منها ليش لا نصوت ليه لا يكون تصويتنا مستفز بهالفترة جميل مثل ما اعتبر أنه النسحين السوريين بلبنان هنه مثل المختربين ديبلوماسية الارتجال والديماجوجيا والشعبوية للأسف لبنان كما امتنع عن التصويت وارتكب جريمة ارتكب منذ 11 سن إلى هلأ جريمة في قضية نازحين سوريا ولم يمارس أي ديبلوماسية لتنظيم العودة يعني هلأ عم بيمارس لبنان أبدا هلأ عم بيحاول أبدا في لجنة وزارية ستتوشكا في لجنة وزارية نطرين موعد من سوريا بس في لجنة وزارية شكلت قبل وفي ثلاث وزراء طلعوا على دمشق وفي عنا سفارة موجودة بدمشق وسفارة سورية موجودة بلبنان وكان عنا رئيس قضائق وكان عنا مدير عام الأمن العام السابق لواء عباس إبراهيم يلي كانت قنواتهم مفتوحة واليوم مدير عام الأمن العام أيضا بالوكالة اللواء بيسري كمان يقوم بهذه القنوات الدبلوماسية اللبنانية غائبة عن متابعة ملف النازحين السوريين بالكامل أولا لم تطلب أن تكون عضوا مراقبا في مسار جناف لأنه مسار جناف هو المسار المفاوضات الحقيقي يلي بدك تقدم ملفك متكامل قدامه تطرح قضية العودة 2 هناك مناطق على الحدود اللبنانية السورية من الميل السوري ستنادين هي مناطق توقفت فيها الأعمال العسكرية منذ عام 2015 وأتكلم عن القلمون والزبداني والقصير وبعدين امتدداتها على ريف حمص طب هيدا المناطق ممكن أن يعود إليها النازحون السوريون لماذا لم يعود إليها أولا النازحون السوريون ومن يمسك بهذه المناطق هيدا سؤال جدي وأنا عم بعيده عم بعيده أكتر من مرة تحتى ندل نتنبه أنه هل ستمائة ألف نازح السوري ممكن أن يعودوا إلى هذه المناطق من يمنع عودتهم إلى هذه المناطق ولا أي أجندة نقطة التالتي نحنا لهلأ ما عنا رأم إحصائم وحد لأعداد النسيحين السوريين عنا أربعة نحنا ما ميزنا بين العاملين السوريين وبين النازحين السوريين بين اللي قدر يفوتوا يظهروا على سوريا كذا مدى هيدا مقتل خامسة مين قدر يرجع أولوان وبأي ضمانات ودى توفرها المفوضي العليا لشؤون اللاجئين لأنه هيدا مسؤوليتها ويجب الذهاب اتجاه مساءلة المفوضي العليا لشؤون اللاجئين لاليوم عادش تدعطها إذا بتقول أنه أنا مش مسؤولية العودة مش مزبوط أحد مسؤوليتها الأساسية العودة هي بتعترفه لكن بتقول في ملف سياسة طيب مين ممكن يرجع أولوان وبأي ضمنة بعدين مين يلي ما بيقدر يرجع بأي فئة نحنا بدنا نحطه وكيف سنتعامل معه هيدا النقطة الخامسة النقطة الساتسة في دبلوماسية تواصلنا مع واصم القرار عادة سياسة التسول والارتجال والمؤامرة هل تقدمنا بملف متكامل حول قضية النازحين السوريين أنا ما عم بحط المسؤولية عنها أنا عم بقول لأنه سؤالك عن دبلوماسية الدبلوماسية اللبنانية معنية بإعداد ملف هي تخلت عنه بالكامل للأسف بس أستاذ زياد يعني البعض يقول أنه فيه مثل تواطق دولي بهيدا الملف تأكيد الاتحاد الأوروبي على استمرار إرسال المساعدات إلى السوريين والتمسك بهيدا الموضوع منسك الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال ما بدنا نطبع مع النظام السوري ونحن ما رح نحكي معه وبالتالي الملف النازحين رح يبقوا باللبنان لأنه ما بدنا نحكي مع النظام استمرار الدفع لألون بالدولار ومبالغ بتقدر تعيشهم باللبنان كل هذا التعامل الدولي كمان كان سيء مع لبنان ونحن دولة تتخبط بمشاكلها كيف رح نقدر نواجه كلها خلينا نقول أنه طواطق نوع من الطواطق هنا فينا نقول أنه المرتحين النازحين عنا خوفا من أنه يتوجهوا إلى أوروبا بيساعدون هون بيريحون هون والنظام كمان مرتاح منه مزعوش وبالتالي الملف عالآن خلينا نعترف أنه بقدر ما فشلت الدبلوماسية اللبنانية بقدر ما هناك فشل للمجتمع الدولي بإنجاز حل سياسي في سوريا وتسهيل عودة النازحين نعم الحوار لم يفتح حتى الآن بشكل جدي مع الاتحاد الأوروبي لتغيير رؤيته حول بقاء النازحين السوريين حتى إنجاز حل سياسي وهيدا بدوا عمل تراكمة هادئ لأنه الأوروبيين ستنادين مش بدوا يخلوا النازحين السوريين عندنا ما بدوا يفتحوا مجال لذهاب النازحين السوريين لعندهم يعني بدنا نقرأ شوي بالجيوسياسي شو رؤيته هل قامت الديبلوماسية اللبنانية بعمل هادئ وواضح بوضع داتة متكاملة لتقديمة مش بس للاتحاد الأوروبي للذهاب حتى إلى مجلس الأمن لإثارة الموضوع لوضع على جدوى الأعمال وزراء الخارجية العرب من خلال اللجنة الخمسية التي أنشئت لجنة الاتصال الخمسية وياللبنان هو منه عضو فيها أساسا لكنه كان يمكن أن يبادر بتقديم ملف إلى اللجنة الخمسية لنعترف أن هناك مشكلة جدية مع الاتحاد الأوروبي ولكن من مصلحتنا أن نقوم بمواجهة سلمية بعمل تراكمي وبملف ديبلوماسي متكامل لتغيير نظرة الاتحاد الأوروبي وتقديم اقتراحات حلول بالتعاون معه من خلال المفوضية العليا لشؤون اللجين وهذا يمكننا أن نقوم به فسر لي الشيء استاذ زياد ليه بدنا نعمل هيدا البرمة ونروح عند الاتحاد الأوروبي نغير له نظرته باتجاه ملف النازحين إذا حسب الدولة ما عم بتقول أنا فينا يفتح خط مباشر مع النظام السوري يبدو أنه حطوا خطة كيف بدو يرجع حوالي 180 ألف نازح خط مباشر مع المسؤول عن هيدا هذا الخط مفتوح عظيم اللجنة الوزرية اللي حكيوا عنها بتنسق مباشرة مع النظام وبيبلشوا هالأعداد يرجعوا تدريجيا مش أسهل ليش معارضة هذا الأعمال من سنة الـ 2015 في قناة مفتوحة شو العدد يلي عيد من 2015 أنا عم بسأل على العدد يعني لا ثقة أنا بدأ أرقام لا ثقة لا لأنه لأنه بسوريا فيه إشكالية بالديمغرافيا مذهبيا وطائفيا وبوجود مناطق اليوم تتعرض لتغيير كامل هل يستخدم الأسد هذه الورقة بطبيعة الحال لا يرجع يعزز موقفه بي لبنان بطبيعة الحال يعني هلأ فيه لعب هذه الورقة مقابل أو يقرأ أخرى واضح واضح هذه مسألة يعلمها الجميع وأنا طرحت إشكالية هلأ بعد ما إجانا جواب عليها طيب منطقة الألمون والزبداني والأسار هيدا المنطقة عمليا يتواجد فيها قوة قوة أمر واقع عمليا تحالفة مع النظام طيب لي ما بنسهل عودتهم انطلاقة من المصلحة الوطنية العليا انطلاقة من التفاهم اللبنان اللبنان عم ينحكي عنه أنه هلأ ما فيه أي خلاف لبنان اللبنان حول هالقضية على المنفسح طيب خلينا نروح باتجاه تغليب المصلحة الوطنية العليا ونقوم بهذا العمل ولكن المشكلة الأساسية هي تتعلق بجدية تسهيل العودة وكيف سيتم تسهيل العودة وهي الضمانات التي ستقدم للنازحين اللي هي مش مسؤوليتنا كمان ولكن لماذا تخلف لبنان منذ العام 2013 لهلأ عندما طرح توقيع بروتوكول تعاون بين المفوضين العليا لشؤون الليجئين والدولة اللبنانية لتحديد المسؤوليات والواجبات تخلف لبنان على ذلك لماذا تخلف عن إنشاء مراكز إيواء مؤقتة حدودية ما كانوا تشتتوا عنا عم تسمعي بالأسبوعين الأخيران كلام عن إمكانية إنشاء مراكز إيواء مؤقتة بينتقلوا عليها بعدين بينتقلوا إلى الداخل لاي ما عملناهم بهديك المرحلة هذه أسئلة خطيرة بهديك المرحلة من عملوا استاذ السايغ إذا بتتذكر لأنه تخوف عدد كبير من اللبنانية أنه تتحول مراكز الإيواء المؤقتة إلى مخيمات رقم اثنين أو لأنه كان بدنا لحدود الدال فالتي تحتى أن تقوم عملية العسكرية بأماكن إيواء مؤقتة فيها تبطل مؤقتة في لبنان ما فيش شيء مؤقت مراكز إيواء المؤقتة انطرحت بالنومانزلاند تحت رعاية الأمم المتحدة عمليا تحتى نقدر نسهل عودتهم ونحن لو قمنا بإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بالتعاون مع الأمم المتحدة وفي مسئولية على أمم المتحدة بهذا الموضوع لأنه هي أيضا رفضت تالي وين كان لازم ننشؤون بأي منطقة؟ فيها تكون على الحدود الشمالية الشرقية كان في عنا إمكانية أبدا بدل ما يقضوا على المقلب اللبناني بعرسيل يقضوا على الميل التاني أكيد وهذه مسألة كانت يجب أن تناقش بشكل جدي ونقشت بشكل جدي وتم رفض لها إما للسبب الذي طرحته وأنا غير مقتنع بهذا السبب كليا لأنه كانت إحدى الأفكار التي اتطرحتها أنا شخصيا في اللجنة الوزرية أو تحت شعار أنه الأمم المتحدة غير قادرة على تأمين ضمانات لهم في هذه مراكز اللواء الموقع وبالنتيجة من دفع الثمن؟ دفع الثمن الشعب اللبناني لأنه أصلاً لما بقيوا منتشرين بالبلد بقيوا موجودين يعني ما غير ما عمل أعداء أضف إلى ذلك أنه نحن ما رحنا بعملية تنظيم وجود لهم لا تمييز بين عامل ونازح ولا ضبطنا المعابر غير الشرعية بالكامل هذه النقطة الثانية والنقطة الثالثة خطورة تصنيفهم من يمكن أن يعود ومن لا يمكن أن يعود هذه كلها تخلفت عنها الدولة هلأ عم تحكي عنها بتقدير الخاص لثقة لن تقوم بأي شيء أبداً كمان الـ UNHCR عليها ملامة كبيرة الدولة طلبت منها داتا لليوم ما سلمت بحجج أمنية أنه خوفاً على أمنة لبعض ومسؤوليتها عنهم كمان هذا الموضوع بيدل أنه فيه تواطق نحن هنا ما فيه وضوح بالتعامل مع لبنان بهذا الملامح نحن نعالج النتيجة ستنادين لو بالـ 2013 تم القبول بتوقيع بروتوكول تعاون بين المفاوضة العلية لشؤون الليجيئين والدولة اللبنانية وما إجا حدا خبرنا أنه إذا منوقع بروتوكول تعاون نصيل ضمن اتفاقية أب 951 كان هيدا بروتوكول التعاون بيفرض أنه تكون الداتة عنها مثل ما موجودة بالأردن وبتركيا مش الداتة مشتتة مش بس للا المفاوضة دي العلية رقم وللا الدولة اللبنانية رقم كل جهاز بالدولة اللبنانية وكل وزارة بالدولة اللبنانية عندها رقم وبالرأي العام في رقم ومراكز الأبحاث ومراكز الإحصاء في رقم لم يستطع لبنان أن يقدم رقما إحصائيا واحدا حتى الآن ما بدنا ننسى أنه فيه ولادات كتيرة بطبيعة حل من منع تجميل ولادات بل 2012 و2015 يلي كان عم بيقول إذا منسجل الولادات بيصيروا عقيدنا وقتقلنا له لأ إذا ما بتسجل الولادات بيصيروا مكتومي القايد وبعدين بيصيروا عقيدنا بكتسجلهم بديرة وسجل الأجانب في وزارة الداخلية والبلديات تبعدين خليها المفوضين لعليه لشؤون اللاجئين اللي قادر يعالج موضوع التسجيل تبعه مع السفارة السورية أو بسوريا مباشرة بعالجها واللي ما قادر يعالجها المفوضين لعليه لشؤون اللاجئين كل هذا الكلام بوقتا كان كلام شعبة وديماجوجي استقطابة لا علاقة له بالسياسات العام والمعالج العلمي ونحن وصلنا إلى هنا نعم بسبب فشل المجتمع الدولي وتواطئه في مكان ما ولكن هيدا بدون يقاش مع المجتمع الدولي لأنه نحن عضو مؤسس في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية ولكن الأخطاء الأساسية ارتكبت من عدم وجود سياسة عامة أو منع وجود سياسة عامة في هذه القضية هذا بالسياسة وبالاجتماع بدأ أحكي شوي على شق الأمنة لهذا الوجود السوري اللي لليوم إذا بدنا نحكي يعني تطبيقيا على الأرض ما في إلو أي حال هل ترى مثل ما عم بيخوف العدد كبير من المراقبين إنه الوجود السوري السوريين الموجودين بلبنان إذا كانوا نسحين ولا عمال ولا بيفوتوا وبيظهروا ولا هربنين على كل أشكالهم بشكل خطر أمنة على البلد ما بعتقد فيه ضبط كامل تقوم به القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني وهذه المسألة يجب أن نقاربها بهدوء انطلاقا من ثقتنا بهذه الأجهزة وبطبيعة الحال أيضا منظمات الأمم المتحدة تقوم بعمل هادئ داخل هذه التجمعات أو المخيمات أو حتى الانتشار السوري ما بعتقد أبدا عننا خطر أمني إلا خطر أمن موضعي يعني أكيد بالجرائم وهذا واضح هناك تفلط أمن بالجرائم نحن الآن كنا نتحدث عن جريمة في جرد لبناني في خطر بما يسمى الجراء السجون اللبنانية مليئة بالسوريين الموقفين هذه قصة السجون اللبنانية يعني هذا عبق إضافك هذا موجود سياسة عامة للسجون اللبنانية كمان سوف تورط لبنان في المرحلة المقبلة بإشكلات كبيرة جدا على أكثر مستوى أخاف في لحظة من اللحظات أن نكون أمام انفجار كبير في السجون وهناك مسؤولية كبرى عن وزار الداخلي والبلديات وزارة العادل معا في هذه المسألة نعم طبعا هذا بده حلقة خاصة لأله أزمة السجون هل غياب رئاسة الدولة يخلي موقف لبنان ضعيف في هذا الملف غياب رئيس أو رئيسة للدولة حتما هو يساعد في تقديم لبنان ذبيحة على مذبح التسويات الإقليمية والدولية ويجعل من تفوق اللا دولة أكبر بكثير من إمكانية استرداد الدولة وسط هذا ولبنان يعاني ستنا دين مسألة إشكالية في التاريخ كنت عم بقرأ اليوم كتاب أهداه دكتور سلام كواكبي ليه عندما كنت في باريز طبائع الاستبداد لعبد الرحمة الكواكبي اللي كتبوا بين 1900 و1902 لبنان يعايش اليوم طبائع الاستبداد طبائع طبائع الاستبداد في انتهاك الدستور في انتهاك السيادة في انتهاك الأخلاق في انتهاك الخدمات الأساسية للمواطنين في انتهاك ودائعهم في انتهاك العدالة نحن نواجه طبائع الاستبداد في لبنان من خلال فائط قوة مستورد لا علاقة له بالاختبار التاريخي للبنان يسعى من خلال ما يطرحه مع حلفائه للأسف من كل المكونات اللبنانية لتغيير هوية لبنان عم بحكي عن ايديولوجيا لا علاقة لها بالاختبار اللبنان التاريخي مرتبطة ايضا باجندة لا علاقة لها بمصالح لبنان العليا ومبارح سمعنا كلام انه نحن مش مستعجلين انه نجيب رئيس او رئيسي للجمهورية بحب زيد دايما الرئيس للجمهورية لانه لش لا ممكن ان يكون لدينا رئيسة للجمهورية يمكن لازم حتما ضروري بيكون افضل لانه النساء عندهم قدرة على الادارة ولكن عندهم قدرة على الحسم كمان مش بس الذهاب اتجاه تدبير انه نحن مش مستعجلين انا بعتقد انه على القوى المجتمعية الحية وعلى القوى السيادية هنن مش مستعجلين وما بدهم مرشح استفزازه بس هنن بيرشحوا شخص استفزازي من جهتهم القوى المجتمعية الحية كمان القوى السيادية الاصلاحية لازم ما تكون مستعجلة كمان لأنه مش مطلوب الخضوع لأي رئيس بعدين الحوار أي نوع من الحوار لماذا الحوار نحن في عنا دستور في لبنان غير مطبق ملتقى التأثير المدني اخد خيار واضح وهو مجموعة بغض مع كل هذه القوى المجتمعية الحية في لبنان وفي دستور في لبنان ليه ما بنطبق الدستور حوار على ماذا بعدين العملية الديمقراطية الانتخابية صارت حوار يعني نحن عم نقلب كل المفاهيم ست مدين ببعض الانتخاب صحيح بصير اتفا خلينا بس بدي ركز بموضوع الرئاسي على الطاعات الفرنسية بالملف اللبناني بالأول كانوا ماشيين بسلمين فرنسية كمورشحهم رغم أنه التصريح الرسمية ما أكدت هيدا الشي ولكن كان واضح من التعامل اليوم دورال لودريان عفوا اجع على لبنان التقى بالجميع بكل اللي حتى قالوا نحن منرفض التدخل الخارجي التقوا فيه وتحيوروا هنوية هيدا التبدل بالموقف الفرنسي هل رح يوصل لنتيجة ولا بتعتقد فرنسا تسعى دائما لتحقيق مصالحها بلبنان رغم أنه البعض بيعتبرها الأم الحنون فرنسا مربكة ديبلوماسيا واضح وتغيير الثلاثي دورال يدل على هذا الإرباك تانيا فرنسا تواجه خلل في مقاربته للقضية اللبنانية مش للأزمة لبنان هو قضية خليني يكون واضح صحيح وهذا كلامنا نحن في ملتقى التأثير المدن طيب في خلل لأنه لم تقرأ عمليا أن هناك تغيير للهوية اللبنانية وهي تحاول تدوير الزوية على حساب الهوية اللبنانية ونسي الاستابلشمنت الفرنسي الحالي وأتكلم عن الرئيس ماكرون وفريق عمله الثلاثي نسيوا المسار التاريخي في العراق اللبنانية الفرنسية وأنه هذا بلد الحرية هذا بلد التعددية هذا بلد العيش معا هذا بلد الديمقراطية هذا بلد الحياد هذا بلد الثقافة هذا بلد الإبداع ما انتبهوا أنه البلد تحول أنه يصدر كابتاجون ويصدر مؤاتلين ويحط حاله بمحاور ما له علاقة بها ويخرق التضامن العربي ويشكل خطر على الأمن الإقليمي والدولي ما انتبهوا أنه في حدا حول لبنان لمنصة لا علاقة بمزيها لكل الهوية اللبنانية ما انتبهوا؟ ما انتبهوا؟ في إرباك وفي خلال وفي نقطة تالية التغيير الذي جرى هو بعتقد مش تغيير تكتيك هو تغيير استراتيجي وبدأت الديبلوماسية الفرنسية تعيد النظر بطرحة في لبنان انطلاقا من معطيين المعطى الأول أنه هي لا تريد أن ترشح أحدا إما دعما أو رفضا خليني أقول والنقطة الثانية معطى آخر أنه هي عضو في الخماسية الدولية التي تضم أليات المتحدة وقطر ومصر ومصر والمملكة العربية السعودية بهذا المعنى هي لا يمكن أن تذهب وتخرج غارد السرب وهي معنية بدراسة كل خطواتها انطلاقا من الدينامية الوطنية الداخلية السيادية الإصلاحية التي قالت بشكل واضح لا لن نقبل بأي مرشح أو مرشحة ما عندهم أجندة سيادية وأجندة إصلاحية هل أصبحنا بمرحلة الاسم الثالث ستنا دين الاشتباك هو ليس على رئاسة الجمهورية الاشتباك هو على الجمهورية بهذا المعنى مرحلة أولى أو مرحلة ثانية أو مرحلة ثالثة المسألة تتعلق بإنقاذ الهوية اللبنانية الحضارية ونتمنى على هذه القوى السيادية الإصلاحية التغرية والقوى المجتمعية الحية والاغتراب اللبناني اللي عم بيقوم بعمل ممتاز خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية والآن في فرنسا من خلال لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية أن يقوموا بعمل ضاغط في عواصم القرار لإنقاذ هذه الهوية ولكن رئيس الجمهورية سيشكل جزء من هذا الإنقاذ ليس أي رئيس أو رئيسة رئيس بالمواصفات السيادية من بي رأيك مع برنامج إنقاذ متكامل مثل مين لنذهب إلى صندوق الاقتراع ولتحسم صندوق الاقتراع ذلك ولكن هناك من يريد منع صندوق الاقتراع هناك من يريد أن يمنع صندوق الاقتراع حتما أنا عم بخدع على مستوى الجلسات هناك من يريد منع صندوق الاقتراع أن يحسم كمواطن كمواطن لبناني كمؤثر كباحث سياسي يعني حضرتك مدير تنفيذ لمجموعة الضغط من هون بتطلع الأفكار هل رأيك في اسم ثالث قادر أنه يقود هذه المرحلة مع كل أزماته وصعوباته في أسماء مطروحة في أسماء قد تطرح تملك كل المؤهلات ولكن هناك من يعطل هذه العملية هل التعويل على شخص بيكون ولا على فريق عمل بطبيعة الحال على مسار وعلى برنامج وعلى حكومة تتناسق في عملها أيضا مع رئيس الجمهورية بطبيعة الحال وهناك مسائل أساسية تطبيق الدستور المادة 95 نقل لبناني لدولة المواطنة لمركزية الإدارية الموسعة إنشاء مجلس الشيوخ تطبيق القرارات الدولية 15-50-16-80-1-1 حياد لبنان عن المحاور الإقليمية والدولية وأخيرا إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية البنيوية والقطاعية ما بقى بيسوى الترئيع بالبلد ما في تسويات بالبلد إما من روح على عملية إنقاذ راديكالية إما عمليا لن نسمح بانتخاب رئيس أو رئيسة تيعملوا عملية تدوير زوية وتمرير مراحل أستاذ زياد صيخ شكرا لك أهلا وسهلا فيك بالأمتفي مشاهدينا لهم تنتهي حلقتنا بشكر متابعتكم إلى لقاء في حلقات مقبلة ترجمة نانسي قنقر